صباح النور نعم نحن في منطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان في منطقة التطوير الحضري في الجبيهة هذه المنطقة التي جئناها لكي نصلت الضوء عليها عمر هذا الاسكان أكثر من 40 عام هذا الاسكان حتى اللحظة يقول أهالي المنطقة أو القاطنين فيه بأنه لم يفرز بعد أي يعني إذا كان هناك مشكلة على أحد الساكنين هذا المكان فإن هذه المشكلة تعم كافة أصحاب المنازل أو الشقق هنا ولدينا العديد من المشاكل كما طبعا قالوا لنا قبل الهواء سنسمعها جميعا منهم تتعلق بالصرف الصحي والمياه والكهرباء وحتى بالنسبة لفرز العمرات والشقق والطرق ما بينها نبدأ مع العم الأطيك العافي صباح الخير يعني أنت واضح عمدة المكان أو أقدم ساكن في هذا المكان ننتكلم بشكل سريع عن أهم المشاكل التي واجهتكم منذ السبعينات والثمانينات وحتى هذه المنطقة الله أعطيك العافية عزيزي إحنا الصحي المضبوطنا فيه أنه مشكلة رئيسية اللي هي في الإسكان من حوالي 40 سنة أو من يوم ما أخذنا الإسكان اللي هي مشكلة الإفراز عملية الإفراز هذه طبعا يعني مهمة جدا جدا هلا أنا كل يعني بيتي أو حوالين بيتي بشاركني فيه التسعين واحد أو التسعين شقة وهذه شغلة يعني مش منطقية يعني لازم أنا أعرف وين حدود بيتي شغلة الإفراز هي شغلة مهمة جدا الشغلة الثانية فيه عندنا اللي هي شغلة المي المي طبعا عندنا يعني ما بتوصل إلا في ساعات قليلة جدا ما فيه مية كفاية حتى ما بتطلع الطابق الثاني يعني حتى الطابق الأرضي مرات بتكون ضعيفة جدا مشاكل الكهرباء عندنا برضو نفس الشيء عندنا هي القوارض هاي عندنا الفيران عندنا الصراصير عندنا عملية النظافة يعني إحنا مش يعني مش مستفيدين من النظافة نهائيا يعني إنت بتلف الإسكان كله بتلاقي الزبائل موجودة هون هون مزابل فلذلك يعني الإسكان بحاجة للنظافة بحاجة لزي ما حكينا للإفراز بحاجة لفتح دخلات بحاجة لتسكير دخلات بحاجة لتنظيم الشوارع اللي موجودة في الإسكان فهي أهم المشاكل اللي عندنا يعني اللي موجودة عندنا بالإسكان وإذا كان يعني الإخوان حدا بيحب يضيف على اللي حكينا إحنا اتفضلوا يا سيدي نعم شكرا جزيلا إذن تشاهدون على الصورة هذه الممرات الضيقة بين العمارات وبين المنازل نحن في أو هذه المنطقة مقابل وزارة التعليم العالي ومن المفترض أن تكون من المناطق الحضرية والمتقدمة لكن الصورة تقول عكس ذلك ننتقل إلى السيد محمد أو مين رح يحكي معنا طيب صباح الخير أنتوا حكيتون قبل الهواء أنه مرجعتكم لا هي أمانة عمان ولا هي مؤسسة الإسكان ويعني حيرين بين هذا وذاك برضو نتكلم عن مزيد من المشاكل التي يعانيها تسعون منزلا بما فيهم طبعا عوائلهم دعونا نركز على نعم نركز على أول إسكاننا على الزاوية هناك في الشارع جاي وراء حدود البيت مباشرة السيارات قاعدة تمر هذا شارع مش مسجل رسميا ما في مش مخطط له رسموا زمان الناس بجريهم اجت الأمانة وزفتت عليه صارت السيارات تمر من ورا الشباك مباشرة صارت بتيجوا الأولاد بيلعبوا وهذا شي مش منظم مش مقبول نهائيا عدا عن تغطية المي اللي حكا عنها أخونا بنضال تغطية المي سيئة جدا تيجي علينا ساعات محدودة وأنا كثير من المرات أو كثير من الأسابيع بنقطع من قلة المي يعني هاي أشياء ضروري أن نركز عليها اللي هي النظافة النظافة لش لأنه بتجمي علينا كثير من الأشياء مثل القوارض وغيرها يعني هذا ممكن أني أضيفه وغير عن هيك أخونا محمد ممكن أنه يزيد على هذا الشيء طيب سريعا ممكن أن أخذ آخر مداخلة يعني نتكلم أيضا عن مزيد من ما تعانوا وما تقولوا بأنكم تعانوا هذه المشاكل أعطيك العافية وإذا يعني برضو هذه المشاكل خلال السنوات السابقة الكاملة رجعته موسطة الإسكان رجعته وزارة الأشغال وزارة أمانة عمال وماذا كان الرد يعني مش مش بسيطة لكن مش كان ردهم نعم تم مراجعة العديد من دوار الحكومية الرسمية كان الإجابة هي التنصل الأمانة بتلمع التطوير والتطوير بتلمع الأمانة أول أشغال إحنا الإسكان هنا يعقع في منطقة الجبيهة في قلب منطقة الجبيهة المنطقة تعتبر من أكثر المناطق الحيوية في عمان في إحنا كل الهدف يعني إحنا اللي بنريد وسكان الإسكان هو عملية تنظيم فقط عملية تنظيم عملية تنظيف القيام من أمانة تعمان بدورها بتنظيف الحارات الدخلات إزالة الاعتداءات إزالة الأشجار التقليم إزالة الأعشاب الضارة تخصيص عمال نظافة المنطقة ما في إلا يعني الإسكان في 90 بيت وما في عمل نظافة مخصص إله وهذا يعني هذه المشكلة الرئيسية كمان في عندنا موضوع اللي هو عملية عملية صيانة الطرق أمانة عمامة تنصل بتحكي هذا الإسكان مشتابع لنا فما في عنا ما في عنا عملية صيانة للطرق إزالة الاعتداءات أغلب 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 المساحات يوجد عليها اعتداءات وهذا ما حدم نظم هذه الاعتداءات فقط الاسم الكريم مهندس ليت فرحات نعم المهندس ليت أيضا أطلعنا على مزيد وعديد من ما يواجهه أهل الحي من مشاكل معنا دقيقة أخيرة نتكلم بعد ما حكى الجيران والأهل قالوا لنا أغلب المشاكل طيب اليوم أيش طلباتكم ومن من يعني مين الجهة فعلا المخولة لحل جزء من هذه المشاكل أو كل المشاكل لا احنا بين اسكان التطوير الحضري وبين أمانة عمان من راجع أمانة عمان أمانة عمان بتحكينا أنت تطوير الالحضري تطوير الحضري بتحكينا أنت تتبعين لأمانة عمان فما شارفين لمين الراجع نحن نريد فقط مياه ترتب، الدخلات والاعتداءات هذا المطلوب فقط، النظافة نريد أن تزيد على كلامهم إذا كنت في اليوم لديك تطوير في منزلك ورحت إلى الأمانة وفي أحد الجيران معتدين في 18 دنم، ما كانت؟ أنت مسؤول عن آخر عمارة بالإسكان، أريد أن تعمل مشروع عندك ويأتي عليها ويقولك أنت عليك ضريبة، أنت عليك مطلبات مالية وكون آخر عمارة بالإسكان، أنا عندي 14 عمارة، أنا مسؤول عنهم كلها طبعاً أنا شو ذنبي، أنا أريد أن أعمل مشروع إلي، أريد أن أوسع الأمانة، أتعرف علينا وقت المخالفات، ولكن وقت الخدمات تجدها أريد أن نحن تنظيم وتضبيط، نرى التوازن، من الراجع، من المسؤولين على الموضوع لا يفهمون، من التعامل محمد، الأستاذ محمد الطنز، نشكرك جزيل الشكر، ونشكر كافة الأهل والجيران إذن 18 دنوم وتسعون منزلاً، كلهم يعاملون معاملة شخص واحد وهذه الصورة كانت من هنا من منطقة التطوير الحضري في منطقة الأجبيهة أو حي تطوير الحضري في منطقة الأجبيهة، الكريمة لكم ترجمة نانسي قنقر